طب بالنسبة للناتزة مالك هي اللي عنده مباراة بكرة امام سجرادة او مسؤولي سجرادة ادوا مدرد كامل مجانا لناتزة مالك زي ما عمل نتزة مالك معهم هنا في القاهرة برضو هم هناك عملوا معهم نفس الشكل مدرد كامل نتزة مالك للبعثة الموجودة هناك بالنسبة لجماهير نتزة مالك هل هتكون متواجدة بكسافة اعتقد الامور تبقى مثلا مجموعات صغيرة بالنسبة لناتزة مالك موجودة في انجولي لكن نتمنى ان شاء الله لازم بقول لكم كده يعني يبقى في حضور على اقل يبقى في حضور لجماهير نتزة مالك هناك طيب ما زال عمر كامل عبدالواحد الحديث ما بين الاهلي والزمالك في توقيت الحالة شوية يقول لك الاهلي خلاص وشركة الكرة بتقترب من عمر كامل عبدالواحد على الجانب الاخر علاقة كتنحمة سلمان ووالد عمر كامل عبدالواحد كابتن كامل عبدالواحد المعد البدني المنتخبنا الوطني مع كابتن حسد شحاتة لو تتذكروا كابتن احمد سلمان كان مدرب حراس المرمى ودلوقتي طبعا كابتن احمد سلمان موجود كعضو في مجلس الادارة ومسؤول عن كرة القدم فكان في جلسة جلسة ممكن ودية مع الوالد والد عمر على اساس يبقى خلاص فيه بتقرب بيقرب وجهة النظر المادية ووجهة النظر الخاصة بالانتقال عمر كمان الى نادي الزمالي ما هو لازم رغبة اللاعب برضو على فكرة فيه رغبة نادي نادي مودن فوتشر رغبته ايه هي دي برضو مهمة بس في الاخر النادي مش هيقف قدام رغبة اللاعب فهننتظر الحقيقة الجلسات اللي بتحصل سواء من هنا او من هنا خصوصا برضو ان فيه تواصل من مسؤول النادي الاهلي مع اللاعب ووالده ايضا طيب المشاكل في النادي زمالي والمديونيات الخاصة بمستحقات للعبين كانوا متواجدين قبل كده في نادي زمالي زي اتشنبونج مثلا بيحلوها الحياة فيه عملية حل للمشاكل في التوقيت الحالي واحدة واحدة او واحد واحد يعني وبالتالي كان فيه جلسة مع اتشنبونج واللاعب وافق على جدولة فلوسه كانت بتصل اللي كان بقى فلوسه حقيقة ماتين وسبعين الف دولار كان هو رافض الفكرة اصلا من البداية دلوقتي يعني حب الفكرة ووافق على الفكرة انه يبقى فيه جدولة وبالتالي ده جزء وخطوة لفاك قيد لنادي الزماليك الحقيقة في الفترة القادمة عشان تجيب لعيبة جديدة بالنسبة لي نادي الزماليك في يناير القادمة ايضا محمد ابراهيم احد اللاعبين اللي كانوا يعني اولاد نادي الزماليك ومتعلق الحقيقة مع سراميكا كروباترا تحت يعني منظور خاص بمسؤولي نادي الزماليك في حالة رجوع الحقيقة هيكسب نادي الزماليك لعيب مهاري لعيب عنده القدرة على التحكم في الكرة والبصل الجيد وامور كتير جدا محمد كمان هداف يعرف يجيب جول فبالتالي محمد تحت دائرة اهتمامات نادي الزماليك في الفترة القادمة الزماليك بيتوصل لاتفاق نهائي مع البلعوطي حارس مرمى نادي امبي في ظل طبعا ان محمد صبحي خلاص الامور بالنسباله يعني خلاص نادي عرضه للبيع وما فيش امل للتجديد اللي في المرحلة القادمة وان كان طبعا محمد صبحي وان نادي بيرامدز عايزه في الفترة القادمة شفته النهار ده احمد الشناوي لما غاب كان احمد ميهوب هو حارس المرمى شف الكرامي في مشاكل فملعبش النهار ده او ما كانش موجود احمد ميهوب هو اللي موجود وبالتاني نادي بيرامدز محتاج حارس مرمى فإيه اللي هيحصل فيه فلوس متبقية من صفقة دونجة وعمر جابر عندي ناتذة معيك مفوض يتفعها ليه بيرامدز تصل لخمستاشر مليون فقالك بيرامدز ايه خدوا انتو خلاص مش عايزة لخمستاشر مليون الدنيا محمد صبحي في الوقت الحالي في يناير القادم هنشوف ايه بقى برضو ايه اللي هيحصل ده اقتراح موجود من ادارة بيرامدز عشان محمد صبحي يبقى موجود في يناير القادم وهم بقى يتصرفوا معاه في الامور المالية كلاعب يعني ترجمة نانسي قنقر